أغير بلان ومن جملة ما قال كثير من محلين والخبراء زادة اللي الدولة على البلاتويت وغيرها ماذا بنا يجيبون ويعطون مقترحاتهم يعني يقدمون مقترحات وهذا تأتينا بفكرة اليوم حاتم بعد أكثر من عشر سنوات احنا توفثنا السنة من الثورة في تونس ومن انتقال ديمقراطي ومن الجدل اللي فيه كثير من المزايا هذا القناعتي لأنه على كل حال خرج كثير من التقاط والأفكار والتجاذبات وغيرها ورغم سوية الوضع الاقتصادي والنتائج المخليبة على المستوى المالي والاقتصادي وعلى مستوى النمو والتنمية وغيرها هناك كذلك نقاط ذو أنه ثم حرعت أنه هذا البلد يعيش على وقع نقاش وجدل ومهوش في حالة سكون أو قبول كلي بما هو موجود ولكن يعطي مؤشرات أخرى على ارتفاع منسوب التشائم وشوفنا في آخر صبر أرى في بلادنا وعلى القطيعة لبدأت تتوسع بين الشعب والنخبة هل يستمع الناس إلى ما يدور بين هذه النخبة تقريبا عندنا أكثر من بلاتو يعني وأكثر من استضافة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من مقترح ومئات الخبراء في الاقتصاد في هالم الاجتماع في السياسة في المالية في الدبلوماسية هكتشوف طيو أنت معناها شابراسك من الموضوع بتاع الاستضافات والمقترحات وغيرها ولكن يبدو أنه أذان التونسيين ماش تحب تسمع شو ما نالف شو ما نالف شو ما نالف فعلا خاصة المسيسة واللي تطرح على نفسها طوة وغدوة وبعض غدوة أنها تحكم البلاد وتقودها أن تنتبه إلى تعمق وعمق الهوة بين الناس ونخبها معاش تستمع ربما أنا ساعات نقولها أحنا بدنا تونحكيه شوف ياسم هنا شوف ياسم هنا شوف يصدقونا شوف يصدقوناش تلمو أنه حكينا ياسر واقترحنا ياسر وتجدرنا ياسر واللي فكروا في الحكم كلهم حكموا وخذو حظوظهم وغيرا الأوضاع قاعدة تسوء على كل المستوئر والبرحة مثلا الجوفرنور دولار بنك سنترال معنا محافظة البنك المركز سيبارو الأعباسي من خلال إشارته للخبراء هو عدم مساج عادة ساعف الليجين نحنا شك بروجي ولا حاجة نربطوه بشخص واحد منقبل لرا كل شي التعاضد حمد بنسال الواسو صندوس الهدي نوير أحداث الخبز محمد بنسالي وبعدو رئيس بلدية شيخ المدينة متاع اللي قال لسيد رئيس الجمهورية أنا ذيك الحبيب بورقيب الله يرحمه قالوا رأو العباد الطيش في الخبز فأنوا ربطوها دائما وابدا كل حياتنا مربوطة بشخص إحنا الأحزاب سموه باسم أشخص صحيح حزب عبير كيف تقول عبير موسي تتعرف هكذا من حزب مثال لهنا زادة مروي العباسي ما يحيدش على القاد كان شي يسمع رأو مسمع على الخبراء اللي عطيت مقترحات فما خبراء جدين وعطاهم مقترحات ويحبوا البلاد ويحبوا يصلحوا أنا في بلاستو ولا نيقدر علي يا بتبع الحال اللم لجنة كاملة من الخبراء ونخدموه مع بعضنا نعاية نعم اللجنة نبتدع فكرة من الأفكار كما قلت من هذا ونخدمو مع بعضنا نسمحهم نستأنس بأراءها بالضبط بالضبط بالك شي يذيف حاجة بالك شي يساهم في بناء هذا المشروع مجالة الصرف علاش قاعدة احنا متأخرة ويعطيه الصحة سيمروان اللي قال فما مشروع تقدم للحكومة وان شاء الله يخرج مجالة الصرف على خطر وقت اللي تبنات وتخدمت تقريبا بنوها إداريين الإدارة الإدارة ما تفتحوش على التجارب متاع أو القراءات متاع الخبراء وغيرهم تفتحوش على المتغيرات والمتغيرات ما عملوش تستشراف زادا وحان الوقت عارف ما عندها قديش ما تبدلتش وما تمستش معنى حان الوقت لي تغييري يا لطفي أنا ريت اللي النخب صفة عامة أنا اللي قسمهم في زوز مجموعات فهم النخبة الفعلة والنخبة الغير فعلة النخبة الفعلة هي اللي في الحكومة ولا اللي عندها الدمان الدمان والنخبة غير فعلة اللي هم يتكلموا في التلافذ والخبراء برشا ومارينة حتى فعل معناها برشا 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 يلزم نعمل ويلزم ويلزموها وبش نعمل ويلزموها وبش وهو بش وما صار شي أنا حوجي أخر نحن نمشي معك لطفي موجود هذا ما حوجي أخر نحن 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 نسل خليفة ولطفي زادا قبل لأنه خب هي القاترة العام تبع الآن أشعر وإن شاء الله نكون أنا غالت وصلحوا العكس أنه العكس قاعد يسير النخبة خاف من الشعب ولا تعمل في خطاب بين ذفرين شعبوي بين ذفرين كأنه قاعدة تطلب في الإضاء هذا اللاشعب هل هذا صحيح ولا ليه لا هذا موجود منه خاصة تتحول النخبة من قامات فكرية وعلمية إلى نوازع ممارسة الفعل السياسي كل واحد يحب يدخل الفعل السياسي ولي تحت تأثير العامة ولي تحت تأثير الجمهور يقولي تحت تأثير الشعب لأنه يقدم نفسه ديما تلقى مثلا النخبة الفكرية الفلاسفة المفكرين الغير ما يحتوش اعتبار ياسر لردود فعل الناس السياسي دوما يعيش تحت ضغط الناس والناس وين تحاولوا الآن معادش للسحات العامة معادش للاجتماعات ولو في مواقع التواصل الافتراضي لاحظ هو يحكم فيه تحت هذا الضغط وهذا صحيح كاليش ما سمي بعد بالخطاب الشعب أو ما يرغب فيه الجمهور يعني الخطاب كان وخطاب انتخاب معادش خطاب علمي ركس كل خبير يجي يقدم لا مباشرة باش ينتقد أو باش يظهر الخاص منتاعه فاقد للقدرة على انتاج الحلول باش يرذي في المقابل الطبقة الواسعة من الجمهور هذا معاك نختم بسؤال يهم تحرير الدينار من المشاريع اللي اتراح محافظ البنك المركز هل هو الحل انه نحر الدينار هكيك ونسيب وحده النجم يغرق في البحر وفي المحيطات ويا خيبة المسعى وقتها سينو معاه ايضا تدبير وقرارات ومشاريع انها تحافظ على هذا الدينار ما يعني يحرر الدينار حط المروف الملي ما يفهم اي نفسر له ما يعني يقول الدينار يولي عملة متداولة تتصرف في العالم الكل معناها مقارنة مع العملة الاخرى حررناها وحررناها ايضا معادش الدولة تدخل انها تدعمه معادش دعمه الفالور ريال متاعه في السوق والله الدولة هي شدتو الدينار والسياسة متاع الدولة هي شدتو دينار طب ش تصيبه ايجيب ما يعني سعر الحقيقي ما عادش خاضع للدولة هذا سعر الحقيقي بي والله انا مش ناجع للحقيقة نرجع مثلا لجنيه في كل فترة اللي حرروا فيها جنيه حبر متحر ولد المئة دولار يظلي بـ 800 جنيه اكبر ايخو بار شاكا فلوس بي انا شنو نحب نحن لديك حقيقة مثلا ثقافة مدعمة ولي عنا ثقافة غير حقيقية سميد مدعمة ولي عنا خبز غير حقيقي القهوة مدعمة ولي عنا قهوة غير حقيقية ما عايشين في الارتيفيس قاعدين ياسر عايشين في حاجة وهذاك عليش اقل حاجة تمس هاي قهوة مفمش والحليب مفمش ومدرش الناس كلا تحب على الدعم وتحب على الدولة وكل شيء. انا يظهر لي. اذا كنت ندخلوا في مغامرة جديدة. اللي هي تحرير الدينار. انت قلت نسيبوه النجم ونغرقه. وانا اقول لك نسيبوه النجم ونغرقه. سريح لا نجمه. نجمه. اما ما تعرش وبالقراءات الخاصة من طرف الخبراء يزم مرافقة. اكمبانيومون لتحريره. اي. احنا زاد رون نظام. احنا عادنا ومشكل كبير ياسر. انا اللخص في عبارة. احنا كأننا دولة شيعية ام قوانين الليبرالية. يعني تشعر الدولة موجودة في كل شيء. في نفس الوقت. القوانين في السوق تدفع نحو الليبرالية والانفتاع. ما فهمناش رواحنا بالضبط شنو. دولة اجتماعية. السبيطارات العمومية موجودة ياسر ولكن هي دولة متاع تنافسية. الكلينيكات تخدم اكثر من السبيطارات متوفر فيها افضل. نعم. ناخده. لان متاء التونسي عنده مشكل في علاقة بالعملة. باش واحد يبعى ثمان ده. الولد ويقرى في الخارج. حاجة ما هيش في المتنم. باش واحد جيب فلوس من البره. نفس المشكل. تولي يبدا يحاوس بخمسين هروف وقمنو كينو نحاوس بالتكروري ولا كينو نحاوس بالزرطة.